موسيقى 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 رفع لنا الرأيان بصير فرح الصحبة تحلو مع المرح يا حبابنا بصق الإقاف أحيابنا روح الفرح روح المرح كثير من الناس قدمعوا عيونهم شوطا من زيارة الجنة روح المرح الله يحليك رب العلم يا الله شكلنا ضعنا ولا درينا وانسرنا دقتني الشمس وأنا رايح جاي رايح جاي ولا عرفت وين الطريق اه والله يجي واحد يدلنا ايه يا الله جال انت هلا من اين الجهات حياك حياك يا أخي حياك الله معك سويلح مع سورة القرون سويلح ايه حياك يا سويلح أداك الله والمدي كريم من وين جاي يا أخي جاي انا امر اطراف الدنيا قدلي يوم ونص نهار وانا تحت الشمس هذي خلاص تعبت ما عدريت يوم يومين الميم وانا الوي ادور ولا دريت وين اروح واش عذبك واش جلالك انت يا أخي اشتي اروح لبادية من سات ايه ولا عرفت منين الطريق تعبت انا وصاحبي هذا خلاسك حرقتنا الشمس احمد ربك احمد ربك انك جيت عند سويلح وسويلح يعرف هالجهات ويعرف انا ماكل الحمدلله والشكر الله والله كنت مضيح للصحراء الله يحفظك يا أصويلح وما تموت الله يحفظك وين تشوف يا أصويلح ايه هنا 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 اه هنا شويلح ايه قل لي يا أصويلح منين نروح لبادية لنساتك ايه هذا هذا صاحبي الجمل ايه شوف بقيت بني شعب ايوه واش تسوي يا أصويلح لا حظا يشوف هالجهات ايه من هنا ان شاء الله عليك يا أصويلح ما هو هذا ترمومتر من هنا من هنا لا تكثراني الكلام حاب يا الله يحفظك الله يسلمك الله يسلمك يا أصويلح الله يسلمك يا أصويلح خشمك 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 ايه ايه وعني الرجال ايه 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 ماء اكلمك ماء 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 خذ ماء خذ ماء خذ خذ وقدك ماء تشرب لاسي قبتي فوق راس بللى العروق مثل الشجرة تسقيها من تحت اطلع المال فوق انا من فوق ينزل تحت اي 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 انا قد والله ضميتك انك تشرب ماء الله يحفظك ويسلم انت حقول حقول وين ديار بنسعد ضيعتني من ديار بنسعد وضيعت جملي اقول لك ضيعتني بالصحرا نشف ريجي وانا ادور ديار بنزع تقول له من الترمو متر حقك لا انا اقول لك انا اه 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 انا قلط خلط لاحظة لاحظة ايش خلط عبتني قوم من قدامي لاحظة لاحظة اقول لك ولا اشتي احصلك ولا اشتك ولا اشوفك ولا اشوف ديار بنزع كلمي باش واحدة كلمك ضيعتني وضيعتنا اشمح لي فيك كلمتان ممكن ايش دي ادعي المشاهدين معانا الحلقة الثانية معلاخ نزعر بعد تكون حلقة همي ايش ان شاء الله ايه ايش ديار بنزعر 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 اعزائي المشاهدين تابعونا تابعوا فقرات البرنامج واحنا نتابع السوالح مدينة مأرب القديمة العاصمة الادارية لمملكة سبا حتى القرن الثالث الميلادي حين تزعمت وهيمنت قبيلة سبا الكبيرة على بقية القبائل التي حولها فكانت عمود التاريخ اليمني القديم وتكوينه السياسي الكبير وهي من اكبر المدن القديمة في اليمن ويعود تاريخ الاستيطان فيها الى بداية الالف الثاني قبل الميلاد يحيط بها سور يبلغ طوله خمسة آلاف وأربعمائة متر وبنيت أبراج ضخمة تتوزع بشكل منتظم على السور وقد اكتشف مؤخرا سبع بوابات للمدينة موزعت على مختلف الاتجاهات وتحتوي المدينة بداخلها عددا من المعابد وقصر الحكم سلحين الذي ورد ذكره في أحد النقوش وهي اليوم بكل مكوناتها من أسوار ومن مباني ومن قصور ومن معابد خرائب متناثرة وأطلال مطمورة على أنقاضها شيدت في العصر الإسلامي مدينة أخرى مبانيها من الطين هجرها أهلها بعد أن تداعت أركانها ومن أبرز معالمها مسجد سليمان تذكرك هذه الأطلال بحقبة زمنية غابرة عاشت فيها المدينة أوج قوتها وعزتها وجبروتها متخيلا عند مشاهدتك لها ومتسائلا هل يمكن أن يعاد مجد هذه المدينة في العصور اللاحقة بعد أن خف وميضها وتهدمت مبانيها ورحل أهلها مشاهدنا كرام تابعنا وإياكم هذا التكذير وسؤالنا لهذه الفقرة يقول ماذا كان يسمى قصر الحكم في مدينة مأرب القديمة؟ السؤال مرة أخرى ماذا كان يسمى قصر الحكم في مدينة مأرب القديمة؟ نستقبل إجاباتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة من الآن وحتى غدا الساعة الثالثة أصرا نتمنى لكم التوفيق سؤال ماذا كان يقول؟ بالأكد من الظاهرة أصلا من الظاهرة أصلا ماذا أصلا هل يمكن أن يجب أن تكون ماذا أصلا ؟ هل يمكن أن تكون المثار يا مغيسة غسنة السؤال يقول من هو شيخ الكيميائيين المسلمين؟ هذا السؤال يقولون لماذا تسأله يا نزار؟ يا زول تعبان تعبان؟ يلا نروح نسأل الجماعة روح إيك أنا تعبان؟ لا بقى تروح معايا يا زول داير أنا يلا يا زول يلا يا زول السلام عليكم السلام عليكم اسمك الكريم؟ عبدالله محمد عبدالله من هو شيخ الكيميائيين؟ لا عرف شكر الله من هو شيخ الكيميائيين المسلمين؟ عبدالله أعبدالله، هل الشيخ الكيميائيين على هك؟ أبني سينة ما شاء الله على عبدالله أد؟ إجابة غلط وما نيعابكم من السمس عبوبك الراضي عبوبك الرsole الأرسلي والله ما ما النداري الأمر يا توفر أتأكد لنГعشيا إنه Outro شيخ الكيميائيين المسلمين باب ببقرب وغراء وما شاء الله على الأخ يجاوب، اجابة خطأ وما لائيه، بوصي للرقال من هو شيخ الكيميائيين المسلمين؟ الشيخ؟ الكيميائيين المسلمين الكيميائيين؟ شيخ النوم، من هو شيخ الكيميائيين المسلمين؟ جابر... أبatamente جابر؟ أبreno شاح النوم، النوم، أعمدك رؤية السعيد النوم، أي النوم، هنهو معضك رؤية السعيد الأنحكان، لواذا كيفين؟ لا أعلم تأكدنا الإجابة اسمك الكريم الأخ سالم توفق بالإجابة وشيخ الكيميائين المسلمين هو جابر ابن حيان ألف ألف مبروك ماشي الخبر سالم قم من النوم جاوب ألف مبروك أخي سالم وتستلم الجائزة من أخي خالق تضر حديدي 40 ألف مبروك عليك الجائزة مبروك وصح النوم مالي صح صح على البياس مالي عيف هذا الصواريخ يلا فضل حبيبي أعزائي مشاهدين وصلنا إلى فجرة بريد الحظ وكما عودناكم دائما بريد الحظ عبارة عن مرحلتين المرحلة الأولى تصفيات بين ثلاثة أشخاص أخي نزار بيجري القرعة ونشوف من هو سعيد الحظ اللي بينتقل معنا إلى المرحلة الثانية كل واحد يفتح و يخلي معاه اختار 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 مصيبك ما تفتحش ما تفتح؟ نشوف روال هاي هاي هذون نشوفه ما لك متوتر أقول ليك شنو أقول ليك أطلع ما دايلة أشوف قلقتك سوى شكرا لك يا حبي لحظة 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 تعال استننا هناك معنا هنا كمان جائزة تشجيعية ما انطلعك كده على الفهادي لاتصدر ببلا الله ناس اليمن ناس طيبين اللهم أكبر شكرا لك يا هذون التاني الثاني. ورينا. امي دعت لي الصبح. لا تفتح. ايش ايش. امي دعت لي الصبح. ها ما شاء الله. دعت ليك ولا الدعوة عليك? دعت لي. متأكد? اكيد. الله يا عزون. هتوترتها. همزك يا عزون. ليش نوضفتح الله. خلي خلي خلي. خلي معنا. انا افتح لك انت خلي ومستعجل على رزقه. انا اشتيها سير من دقوات. اه 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 اتوكل المقوات. اه اه افضل وهذا. يلا. الله مع السلامة. الله انا افتح لك. مستعجل على رزقك. ما نفعل لك. مستعجل على رزقك. انا مقصر فيها. ايش ما كنت ايه? محمد الرداعي. امك بتدعي لك واستمر معنا الى المرحلة الثانية. تحية له. فعلا امك دعت لك فعلا. اه اه الاخ محمد الرداعي حصل على الكرتة الازرق واستمر معنا الفقرة الثانية. اه اه في المرحلة الثانية من فقرة بريد الحب. طبعا محمد الرداعي الان معاك اه خمسة صناديق. لازم تبتحق. حجرة بجرة قلي ربي عبدالعشرة واحد لين ثلاثة اربعة خمسة ستة 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 عشر. ستة عشر. ستة عشر. ستة عشر. ماذا قا؟ براحتك. هو ستة عشر له رقم معين عندك يعني اه. قلت لك بزح. ارجع هكذا عشر ايوه. حجرة بجرة. يعني هكذا. ايوه. حجرة بجرة. دخلي عن الحجرة بجرة. هذا حد جدي وجدتي حجرة بجرة. خلاص اختار رقم اخر. قد اخترت ستة عشر. يلا خلاص. تشتيت اختار ثاني. اختار ثاني. اختار ثاني. يعني اختار ثاني. واو انت اختار. ستة عشر. يلا بسم الله. اختار ثاني. يا زول ما اتشووش على الراجل. ستة عشر. اختار ثاني. 16 اختار غاني ماني ايه بالرجل علاك يلا يا جون اختار 16 16 انت بالطير يلا بسرش داخل الصندوق اشوفش داخل الصندوق ويثل يومك دعتلك ها يلا تا خليدك تا خليدك مايبقى ايه ديلة قولت لك ايش غير غير ولا لا اجر الحب ومص قولت لك غير يا رداعي قولت لك تغيري بقولت لك شيء طير صح ؟ طير طير يا جون طير يا جون كرت حمرة خلاص كرت أحمر إيش نسوي لك حفظك يا رداعي أنا الثاني أنا الثاني أعزائي مشاهدين كما تابعتم وطابعنا الأخ محمد الرداعي في القبل قليل طار بالرقام 16 بعد ما نصحته وحذرتك وثال لا دعت لهم هي طيب آه طيب الله أحفظك يا رداعي الآن رجي على الثلاغ المتسابقين مرة أخرى نفعل بينما القرعة ونشوف ما نوسائد الحال آه 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 لا رفيق لا 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 أترعه هذا حقك الحفظة مثل ما بصرته رفيق استمر معانا والآن المطلوب من رفيق أنه يرافقناه في الصنادق في بريد الحظ ويختار من الأرقام كلها ما عدا الرقم ستة عسل اللي اختاروها هوال يعني باكي له أربع سناديك فقط أربع سناديك يا أدول ما تزيد له لا أستاذ أنا فاكر تفكرني ولا شنو؟ ما عارف أنا منو؟ يا أخي ممكن تقرح الحلقة جو أنا الأستاذ تجسر عوضل عثمان ورقل كشت فاهم ومركز كويس كويس وانا اسمي مرغاني هيسا مشكل مشكل بالنفدة ولا بدون؟ خلاص اسكت خلاص لا فيك اتكلم خلاص اسمي حقكم واحدا الاسم حقه وسع البرع الصنعاني والثاني اسم وسع البرع الهنداني ما تنحجر بيني وبين الزلده؟ يا رفيك طيب طيب ركزمي يا رفيك ما لعيب يا رفيك رفيك معه أربع عرقاء ثمانية اكد ثمانية متأكد يا رفيك ان شاء الله متأكد يا رفيك بس ما لي دخل أنا عدد أفتح ما لي دخل على الله على بركة الله بروب هنا بقرة نفصل إش داخل ثمانية نشوف إش داخل ثمانية شوف يا ميرغني يلا يلا رفيك جائك يا رفيك رفيك طيب يا رفيك يا بشر يا رفيك يا رفيك يا رفيك يا رفيك علي الطلاث رفيك ودف طلاث تعالي يا زرينة يا لا انت يا زرينة عدوا عيانة ثمانية اкое افتح ثمانية اناان عمليك افتح ثمانية اخي معك حل رفيك رفيك لحظة لحظة شباب لحظة شباب في حل معين يا رفيق تستمر؟ إذا تستمر بشرط واحد إنك تغني تغني دقيقة ممكن هيا 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 قد زوجني بني قلبها قاسي قد حمالتي لحطاب والمعلرسي دونك والمعلرسي هيا 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 كملت. كيف يا جمهور لحظة 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 يا خالد شكلم الجمهورنا مليهم ولا مليعب 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 مليعبش اسراح مليهم مليهم متأكدين انه مليهم مليهم ونفدلكم إذا نسمع تحية كبيرة افتحéchون توك دي أربعة وعشرين متأكد لن Besوك فاضي أحبار لا تجن النيش أجيلك أجيلك أستمر أستمر الله أكبر سمع الله لمن حبيب هذا صندوق هذا صندوق عن أخره عن أخره يا رفيق الله لكن لا تخلطوش مع الكروس تختار صندوق ثاني لا تخلطوش معنا ولاك أبرا كدبرا أنتو حر اسمع الجمهور اسمع ذا ساعدوا بس لا ترفسوا سبعوا عني لا تسمعت الجمهور خلي ولا أقول لك لا تسمعت الجمهور رفيق خذ شهيك خذ شهيك اختار الرقم يلا اختار بسرعان يا رفيق يلا يلا الليل يا رفيق الليل يا رفيق سمعتك حرقنا على شمس يا رفيق يا رفيق الليل يا رفيق نجيزنا الرجال يصلي 22 22 رفيق اختار 22 افتح الليل مرحبا 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 يا أخي حبضة هذا الرجال ماذا؟ حقهر 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 حبضة حقهر أشيقو عليك كهوظم الساحر تعدو يا رفيق مرحبا قلبي أبن قال أهى بنا أجلةت على سين الصلاة يلا آخر صلاة سبعة يا رفيدي ارحض اسمعوه ملايا يا رفيق قلل يا رفيق، قلل كله كله سبعة عشر كم؟ سبعة عشر انتأكد سبعة عشر جمسة عشر و سبعة عشر كان فيه هنا ثلاث تدخلي دخنت، أنا لا يدخل سبعة عشر تدخلنا نلقي شيئا، معكم أسقا الله أكبر، هيا الصلاح دعيها، دعيها ادها دريقين آشب والترتني يا رفيق، كملت الضمار، كذوق كملت الضمار والكروت ربعة عشر، نقص على راق سال، فتيلة ألف حقك؟ والله ما نداري الألف هرب طالع، والله ما نداري، والله والله ما نداري، لكن عف الله عني فتحت لك الصندوق أعزائي المشاهدين كان معنا الأخر رفيق أنا سامحت بالقرتين هذا لأنه صراحة كان فيه نتوتر زيادة وكان عين فيها فيه نتوتر وحظه مش كان حلو حظك ما كانش حلو لكن جاء ظل أخير أنت قلت أنك رفيق الحظ لكن أنا حاسب أنه الحب لحقه خلي سبيت فيه حاجة ولا شي أخي ريزار نختم الفقرة نختم أعزائي المشاهدين أنا أخي رفيق فقر معنا الأخ رفيق حصل على مبلغ 15 ألف ريال 15 ألف ريال وهذا حدك تابعونا في الفقرة القادمة لا تروحوا لا هنا ولا هنا خليكم هنا 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 حي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اسمك يا أولي اسمي عبدالسوف قاسيم حياك الله يا أولي ثلاث خطوات إلى مكة أنت في فقرة إسماء عمرتك معنا وعلينا على حسابنا ثلاث خطوات إذا عديتها توقع الله إن شاء الله يعني ما أشفقنا لا لا أسألك سواء أيها أيها العينو في ثلاثة شروطين أيها قد اعتمرت من قبل لا ما أعتمرت يا سلام أعزائي المشاهدين ما قد أعتمر هذي أول خطوة الخطوة الثانية جوازك موجود؟ لا ما أبيش كيف عم سافر؟ لا أعتمد شاء الله لا أعتمد شاء الله إتمنى لك إن شاء الله أكثر مل أعدوا السلام Anything الخطوة الأولى قد اعتمرت من قبل أبدا أبدا هذا الخطوة الأولى إبراهيم قد Elliot وتأجرل اطلق� applicabil القصة الخطوة الثانية إبراهيم معاك جواز ذاهب ذاهب شيء إحدى على خطوة قريبة حياة إلى خطوة ضرورة يكون معاك جواز إذن الخطوة الثانية فلتت عليك إبراهيم إن شاء الله معه أول خطوة قد اعتمرت من قبل؟ لا يا سلام عزيزي المشاهدين هذه أول خطوة إلى مكان الخطوة الثانية جوازك موجود؟ نعم يا سلام مجدد جاهز؟ جاهز عزو النزار لو سمحته موجود يا أستاذ هذا نزار عندها الإحرام ما أعظم من سبعين حجة؟ ما هو أعظم من سبعين حجة؟ نعم العمام من سبعين بشكلها هيجاوب أفتح الحرام مادرين هيجاوب بس كبس بس المقاس شو يا هذي؟ أعظم من سبعين طيب يا والد ثلاث خطوات توصلك إلى مكة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله طيب الخطوة الأولى هل قد اعتمرت من قبل؟ أتمنى أن دول بيت الله ي leurs熱 يا الله نتمنى أن دول بيت الله يا الله الله يجعل همم نصيبك إن شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذه الخطوة الأولى هذه الخطوة الأولى عداها الحاج عقيل الخطوة الثانية الجواز موجود موجود الجواز في البيت مجدد جاهز بإذن الله ربنا يوفقك أنجا يا خالد أنجا يا خالد يحسن الجواز ينبض يا مرحبا يا مرحبا يا والد باقي خطوة إن شاء الله ما هو أفضل من سبعين حجة ما هو أفضل من سبعين حجة أفضل من سبعين حجة ما أفضل من سبعين حجة ما أفضل من سبعين حجة ما هو أفضل أيام آل وسبوع اليوم والجمعة يا سلام ولا سيما إذا وافق الجمعة بش عرفة من أفضل أيام الدنيا اللهم صلي على النبي كيف قال مسال إحراء لحظة كيف عمل يا والد خلي الوالد يلمس الإحرام يا خالد يا زون خلي الوالد يلمس الإحرام يتحسزه قائز الإحرام عليه يا والد ما شاء الله أنت توفقت معنا لا أفضل لا أفضل لا أفضل خاصة إذا وافق إذا وافق الجمعة الجمعة وما قلت بعدها؟ ولا سيما إذا وافق في عرفة إذا وافق الجمعة وعرفة أفضل أيام أيام السنة أفضل من سبعين أفضل من سبعين حجة يعني إذا وافق يوم الجمعة قم عرفة؟ أفضل من سبعين حجة أستاذ نزر أنت ساعدته صراحة أنا 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 ما ساعدتهش أنا ما ساعش لأنه قال لا سيما ولا سيما ما تفركش أه لا سيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة كيف شوف يا والد؟ خيراً وإن الله يستحي من دي شيبة والحاج مشتاق لمكة والإحرام مشتاق له وألف مبروك عليك يا حاج لحظة لحظة طيب يا نزر ما لقم مستعد لنا يحفظك يا أخي خلي الحاجي قائز يا أخي خلي الحاجي يا حاجي نداء من الله قال لك تزور بيته وأذن في الناس يأتوك طيب طيب تعرف تلبية لبيك الله أشيك تلبية يا عم عقيل أشيك تلبية من قلبك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحجة والعمرة إن الحجة إن الحمدة والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمدة والنعمة لك والملك لا شريك لك كم عمرك يا والد؟ ثمانين عاماً الله يحسنك يا عم عقيل مشتاكل الكعبة وفي واحد ما يشتاكل بيت الله الحرام الله أكبر الله يوصلك ما تتمنى الله يوصلك أحد عقيل ما تتمنى ووصلك بيت الله الحرام وتدعيننا إن شاء الله يبيك الله الحرام إن شاء الله لا تتمنى نزار ما بتفعل؟ يا فالد أحلق لو تأجل الحلاقة معنا عمل عمل ما هو أنا مستعجل خلني أحلق يا نزار شغلتنا خلنا نحلق خلني أحلق يا ناهي مكنتوا لحظا يا رخيم ما مكنت أحلق أحلق الرجال بيحلق هنا في رحمة تلموس أنا بنقصد أن سنكمل عملنا وبعدنا قد حجستلك عند المحلة الثانية ناهي خلني الرجال يكمل عمله أول شر عادي عادي زبان كلهم ها خلها حاليا يا أخي أنا آسف مكني 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 خلنا نحلق كلها منا خلني أحلق عادي 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 زبان مماصر قد عملنا احتياط من بلكل آه عملت احتياطك أيه ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله متعود ها أيه نزار يا أخي ما لك اليوم أنت والحالة النفسية قلنا نحلق يا أخي أنا آسف أنا آسف قد معك خيلة لننصح أيوة معك خيلة أيوة معك خيلة ما شاء الله ولا البالط ولا بيض والقعشة والأمور ما الدكتور دكتور الزبان بيخرجوا مرتاحين كلهم مرتاحين أيوة الله يحملك يا الله ضغط يا عادي أنا آسف يا أخي يا نزار أه 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 موسيقى 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 هيا خلاص يا نزا موسيقى 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 خلى الرجالي استطيع عمله يا أخي الله الله نقول نعيما 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 على الجميع يا خالد الله يلا نحاسم الرجال كم حزابك 1500 1500 هذا 1500 موسيقى تمام وهذه الخلق وهذه الخلق وهذه حق الحجامة بضحك يا خالد أنا أضحك أنا أضحك عليك من أول أنداري ما قال المثال الصق دوح له والثور دوح له أنا أقول لك من أول اخرج من هذا المحل صدق طاعة دلال النزيل اخرج هزا المشاهدين تابعتوا معنا تمثيل المثل ومثلنا هنا والأخي نزار المثال اللي قال كذا 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 الأخي نزار أي مثل المثل للأخ اسمك عادل حاتم عادل حاتم عادل ركز مع نزار أي مثل لك تمثيل مثل معروف بالصامت وإذا عرفته الجائزة موجودة إن شاء الله مركزي عادل إن شاء الله إن شاء الله هذا ما هو أكل طايرا من يتير هذا ما هو طاير أيوة ما هو مغنف طاير يعني مغنف مغنف حلوى مغنف هذا عجبتني طاير يعني مغنف 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 طاير يعني مغنف طاير مغنف مغنف الطاير مغنف الصاقر الصاقر لا الصاقر هذا صاقة الفريسة هذا صاقة الفريسة آآ يقول لك للصاقر كذا والكذا كذا يلا قد ينرب ترى هذا ما هو مغنف لذي ماي من الصاقر شوية هذا مظ في واحد هنا سمعته ما انا وادر اتكلم اين هو؟ ها انت تعال تعال تهمت من شرحه؟ فيما ذلك يقول السجر لو احلا هو اكثر باو احلا يا سلام يا سلام تحيا تحيا يا شباب ايش عن المثل هذا؟ هذا مثلا اشخاص بعضهم عندهم بداهة طبيعية يكونوا الذكية وابل الله من الاشارة يفهم يفهم ايه وبعضهم ابل الله تكرر تكرر المعلومة تكرر له واسوا يفهمها الخبير اذا كرر ثانيا بنا نصحه مش هانا مش هذا الحلاك قلع ثور لا لا ما شاء الله انا السجر لوح له والثور بوح له طيب اخي الكريم اسمك؟ احمد محمد منيف من اين؟ محمد قضوط مارب مارب من معرب ايك؟ انا عاصف يا اسمك حاولت معك مقدرت ممكن يجي جنبه الان؟ ادو لي الجائزة؟ هادي الجائزة اخي من؟ احمد محمد منيف احمد محمد منيف كم له يا استاد مازال؟ احمد محمد منيف احمد اي نعم اسمع التعليمات هادي اشكلهم يدعتني اليوم ادعتلك هادي خمسين الف خمسين الف ريان اشرين الف لك اوه ايوه هادي عشرين الف هادي عشرين في جيبك هادي ثلاثين الف في ظرفك في الظرف ايوه الآن هادي مش لك الآن تروح تمثل المثل زي ما مثلها أخي نزار هنا عندنا إذا عرفوا تقسموا الجايزة للصير ما عرفوش لا لك ولا لهم الآن بتمثل المثل الثلاثة الأشخاص الثلاثة هذولا من غير ما أتطور بلغة لسانك أكيد حركة هذا طير ها؟ هذا طير ها؟ صق صق حلو ها؟ الصقر إذا هاج الصقر إيش؟ الصقر إذا هاج إذا هاج سفوق الصقر إذا هاج يعلّي ايوه ها؟ يافتفع الصقر إذا فز الصقر إذا أفتز يطير إذا فتز يطير إذا فتز يطير يفتز يطير ايوه هذا ويفتز من النوم خيرا يفتز من النوم د girls مكز يا ابنية خليك معنا جي جي كرباك ايوه ها؟ ايا ملك شغل صامت هذا معهم لحماح لحماح ها 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 ه ها ه ها 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 هتور أه تور يا سلام يا تور لاحظة الله ها هه التور غلصير إذا كيف إذا 참 أيوا طيب ندي المثال كامل إذا كيف سن حاجر أيوا الثور إذا نزل الأرض ويحرثوها حياتك أستطيع الساقر عايش والثور عايش أسهلها لك الساقر يطير الساقر يطير والثور يزحف يزحف الثور يطير الثور يطير أه لا خليه 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 يا أسهل ركز ركز يا أسهل الإجابة بسيطة الساقر والثور هاي اخترنا واحد يصيح من خلف واحد يصيح من خلف الجائزة هتكره هجو عليكم هتكره عليكم تعال يا والد تعال جابنا لنا ها هذا الوالد يقوم يا والد الساقر لوح له والثور موح له مانا يفهموا من أول لا يوقف هلا نول هذا للثلاثة ايش معنا هذا المثال يا والد خلاص الباقي يوفيها الأخ أدي لك فلوسهم أدي لك الجائزة الجائزة أيوة يعني الثور يفهم بالإشارة يعني الساقر يفهم بالإشارة لكان الثور الثور قده الثور 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 مهما عملت له يعني قديه الثور الثور الساقر لوح له والثور بوح له والثور بوح له والثور بوح له كيف شوف الجائزة كيف نقسم هذا الحل معنا ثلاثة الأشخاص وأنت قديت الإجابة من هناك يعني بقلدك الله حد يستعقها غيري أنا والله يجعون هذا خمسة عشر ألف بخمسة عشر ألف بحية يا جمهور للجميع شاهدين الكرام وصلنا الآن إلى الفقرة الإنسانية التي أنا شخصيا أعتبرها فقرة محبة ووفاء مع المجتمع وتكافل بيننا البين فقرة بذرة الخير بذرة خير طبعا نحن الآن في مكان متواضع عند الوالد يحياء عبدالله صالح قطيان الوالد يحياء عبدالله صالح قطيان بحالك يا والد الله عافظك كيف الحال الحمد لله الله يسعدك كيف العمل معك هذا الفترة الله لا قدر إلا إزائنا الوقت منتوسط الله يعينك هو الأوضاع يعني صعب علينا كلنا لكن قد إحنا بنناضل والحمد لله يعين الله بذنوع الحمد لله ايش عملك بالضب عملك عمل الجنابي والسقاقين وفضة مباسم مع الذهب مع الفضة ويا سلام هذا مصدر ضخنك الوحيد هذا مصدر ضخن الوحيد ما فيش غيلة لا أغنبفي وبيكفيك بيكفيكم يكفي هناك الحمد لله الحمد لله كل حال يعني متعيش نفسك منه متعيش أسرتك ويكفيك الحمد لله الحمد لله يكفي الحمد لله الله قدر لحال واحد يبدل الأسباب والرزق والله الرزق على الله صح إن الظروف صعبة لكن ما حد يستسلم ما حد يستسلم في بعض الناس يستسلموا الظروف ويجلس في البيت ويجلس في البيت ولا يشرب يدي يديه لا والله أفضل الإنسان يشتغل كيف مع حلق على قدر عمله نعم العمل هو هو يعني مصدر دخل الإنسان هو عزة عزة نعم أنا أشكرك العمل ما يتعبش ما يتعبش ما تعب إلا الفراق نعم والله نعم يا والد النبي صلى الله عليه وسلم شاف اليد العاملة هذه نعم وأخذها وقلها حتى وقبلها وقبلها نحن نقبل لك نقبل اليد الكريمة هذه إنك بتخذ من عرق جبينك نحن قد أهلنا وأقدادنا على هذا العمل يا سلام عليك نحن تدعنا الله 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 ولا نمصدر الله عمله أيضاتك ما هي رسالك للناس اللي هم ما بيشتغلوا ولا بيعملوا وركنوا على الناس ركنوا على الناس هذا لا يعني يأرقنوا على الناس واللي يأرقن على الناس ما يحصلش الله أحصل إلا إهانه وما هي رسالتك للشباب الشباب اللي هو في أز شبابه وطاقة نعم يتعلموا يتعلموا أيضا جميلة ومع ذلك ما بيبدلش أي مجهود ولا عمل منتظر يجي له جاهز وفي ناس بسنك يا والد وفي أكبر وفي ناس يعني في ظروف صحية صعبة ومع ذلك بيشتغلوا صح صدق وفي شباب في عز شبابهم جالس ولا يشتي يعمل أي شغلة هذا ما باية ما باية توفق ولا يحفظ الخير أبدا الله يهديهم نسألنا الله على الهداية الله يهديهم الله يهديهم ايش ناكس عندك ناكس ايش تشوف ناكس احنا قد سألنا على قلبك في نواقص عليك هنا نواقص أدوات كهربائية اه مثلها احنا قد سألنا وقلنا نحاول نوفر لك بعض النواقص عندك الله يسألنا هذا يعني واجب علينا ولو جوز بسيط نقدمه معاكم الشباب لو سمحتوا الله يكرمك الله يكرمكم هذا يا والد احنا اشرح لهذا ما هي انا زر لو سمحت هذا المطرقة معروفة المطرقة المطرقة افضل يا والد وهذا اعتقد الحق المسن صح؟ هذا صح المسن المسن الخبرية يا أستاذ وهذا يعني أنا ابن شخص عامل يعني صاحب ورشة تحيي الوالد ابي شخص مناضل في الحجر الله يحفظه الله يحفظه هذا الحجر الحجر والفيدر هيا المبرد وهذا المبرد يا والد وهذا برب الحجر وهذا الجلخ تضرحي خل اي هذا صحرخ صحرخ ولا جلخ اخ الحجر الجلخ وهذا الجلخ ايه سارف جلخ الحجر اهي نعم وهذا مزال رفعنا انه ثقيت ما شله للحجر انت ما شعروا ما شعروا ما شعروا ايه ايه كلمة شي تود بلها الاخير ما نشكر بناتا شباب على هذه الضيارة الله يبعد ونسأل الله تفقيق ونجاح وشكرا لكم واحنا نشكراك على انك رجل مناظف الحياة ورجل ما زلت تفضل جهد انك تعيش حياة كريمة واعذرنا ان احنا مقصرين معاكم ونسألنا الله انه نكون نوعا ما سددنا يعني حاولنا نوفر ولو شي يسير مما احتشتوك الله يسلمك وهذه قبلة على رأسك الله يحسنت سلمك انا اقبلك وكأن انا اقبل ابي لان ابي رجل اوجه لها التحياه بما زال الى اللحظة الله يسلمك يبذل جهد في انه يعيش حياة كريمة ربنا يحفظك يا والد الله يبارك فيكم عزيزي المشاهدين كما رأيتم هذا الانسان اليمني المكافح رغم الظروف الصعبة لكن انا افتخر صراحة واشعر بالفخر والاعتزاز انه انسان يمني مكافح في ذل الظروف الصعبة هذا ولم يستسلم اي ضرق فنشكرك وعطيتنا دفعة معنوية يا والد مبارك الله فيك ورزقك من الرزق الحلاء الله يسلمكم وعينكم على كل شيء وشكرا لكم الله احفظك عزيزي المشاهدين وصلنا الى فقرة الميدان يا احميدان وصلوا على النبي العدنان اللهم صلي اللهم صلي وسلم عليه طبعا اخي نزار نبذة مختصرة عن اللعبة قبل ما نعرف بالفريق طبعا اللعبة هي لعبة تعدي الحواجز او المسار سمى لعبة المسار وهي تعدي الحواجز بحيث انه كل لاعب من كل فريق حيبدأ لاعب بلاعب اللاعب الاول حيمشي من المسار وهو مغمض العينين بحيث انه في دليل معاه خارج يوصف له كيف يمشي على المسار هذا ويتعدى الحواجز من ناحية انه الحبال اللي عمشي من فوقها والحاجز الثاني وبعدين الحاجز اللي يمشي من تحته الحبال اللي يمشي من تحتها مرورا بحفرة الماء والوحل الى ان يصل الى الماء حواض الماء ياخذ حواض الماء عندما ياخذ الحوض ياخذه وهو مفتوح العينين وبعدين بيرجع على نفس المسار الى ان يصل الى الجهة الاخرى عندما يصل الى الجهة الاخرى بنحكم على مستوى الماء اللي حافظ عليه أكثر كمية أكثر كمية وأيضا عامل الوقت وبيبدأوا ولاعب بلاعب اخذر اللهم لا تخذوا بي يلا تعال هنا ركز سيرى جنب هنا 1.. 2.. 3.. ابدأ ايوه 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 اجري اجري ايوه يمين ايوه انزل ايوه يسار 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 ايوه ايوه يسار يلا اكفز ايوه ايوه رابع مرة اخرج رابع مرة اخرج الله مخرجة ها هكذا ايوه اكفز اكفز ايوه 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 يا نادر انا ارجوك قلمت مستضي مفتح بدأ يلا ايوه 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 بسم الله يلا اختبت الحي السلاحف يا خالد يا فريق السلاحف لا تربشوا صح راحة راحة احسن حلو يلا ها او ضل ما ايوه يلا اللهم مخرجة لا ترفع الشباب ماليار ماليار يا سلاة، مليار يا شباب، مليار أنا قد أنا متحمس أنا أعزائي المجاهدين ومنصور الآن عين طالق منصور أدخل بدلك في عشرين من حتى فريق النمور البرتقاليا يا أسطقال منصور اتوكل أهلا يا منصور يا صور الطالق يا صور يا صور حالوح يا منصور قدوم قدوم واحش يا منصور أزدد يا منصور ارجع لك يا منصور شمال منصور الحبه أبو منصور أنتك أنتك نفسك نفسك حزبك منصور يجعد أن يساعد تولي قدمِ منصور مستعد لا تروسنا وتروس على الجماعة وشني روح يا منصور منصور يا منصور خليك منصور على اسمك يا منصور يا زول ما تخسفنا قدام الناس بقول لك شنوان بشي كويس هنا بالحفرة دي ذاته منصور يا منصور يا زول يا زول سوى التواجيب عين الناس كتر ما هو زود طبعا هزم شاهدين هذه الجولة حسمها الفريق الأخبر تحية الآن هذه الجولة الحبل من فوق ما في الزحف جاهز؟ يلا واحد اثنين ثلاثة فاشا يكفز يا صالم يسا صه لصنعين يا الله وقت تحتاج 5 أين يلا معي ناوة يلا اطلع يلا فاشل 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 انتبه فاشل 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 لا تجول الله تشيري فاشل هنطلق يا وحش مشي في خط الله خلقوا يا يمين يلا 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 اقصر روح. روح. رفعة ثانية روح. رفعة ثانية. الامس. اراجع شوى يميلة شمال. اكفز. ملغة تعودة. رجع عشوار يلا يوزف يلا يوزف شجعوا صاحبنا يوزف روح يا يوزف 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 مع السلامة باي باي بل INGLEASE جود باي مح السلامة باي باي هنبصر ده الحين و هنشوف ده الحين و هنلاحظ ده الحين و كل شي ده الحين جاهز؟ جاهز تحيه للخضر بسم الله لا ارجع ارجعك انا يمين يمين يرجع سهري 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 شمال جمال جمال يمين 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 سسناخر الاحضاء ها حراباش تان يمين 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 امشي شوية واقفز روجة روجة راحة رائحتك براحتك عزائة المشاهدين خلصات فجرة الميدان طبعاً منعجتنا وجدت أمور تحية للمتسابقين كلهم النتيجة كالتالي الجائزة مناصفة 40 ألف ريال للفريق البرتغالي و 40 ألف للفريق الأخضار تحية لهم تحية كلهم قبل ما نودعكم لابد أنني أودع شخص عزيز عليّ شخص عزيز عليّ لبّد الدعوة و طبعاً أنا أحبه من أعماق قلبي قطع المسافات والفيافي والجبال والقفار حتى يشاركني حلقتين من مأرب فله جزيل الشكر إنه الفنان الرائح محبوب الجماهير نزار السرفاني نزار السرفاني نزار السرفاني ملاحي ملاحي أفدي قلوبكم أفدي ماريب أفدي الكل شكراً لكم جميعاً و شكراً لك أخي خالد و شكراً لكل الطاقم و شكراً لكل المتابعين في الجمهورية من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها شكراً لكل حبائبنا و ربنا و ربنا يغير حالنا و حال بلادنا الأحسن حال إن شاء الله ألف تحية لكم و إن شاء الله أني أكون قد ساهمت في تقديم أو رسم البسيط من الإبتسامة على شفاهكم و ربنا يدعنا عند حسن نظرنا الجميع تحياتي لكم شكراً لك أخي نزار و ربي سعدك و سعد الجمهور طبعاً ولا كما قلت متابعي البرنامج أخي نزار من جميع محافظات الجمهورية فهذا البرنامج وجد لإسعاد جميع المواطنين لا ينظر إلى هنا أو هنا أو يتبع جهة أو جهة فهو برنامج يعني صافي نقي فيها المعلومة فيها الفائدة فيها الضحكة فيها السياحة وجد من أجلكم جميع مواطني وجميع الشعب اليمني موسيقى و دار الفلك دورك و عدنا إليكم إلى الموسم الثاني من برنامج لا يحب موسيقى 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 يالله! 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 والصحبة تحلو مع المرح يا حبابنا نسأل الإقاف أحيابنا روح الفرح روح المرح كثير من الناس تدمع عيونهم شوطن من زيارة الجنس الله يخليك رب العلم اشتركوا في القناة